أحسن الله عليكم من أسئلتها تقول طبيلة الشريف ما حكم التداوي بالقرآن الكريم وخاصة بأنه كترة في زماننا هذا الذهاب إلى هؤلاء الذين يقرأون جزاكم الله خيرا التداوي بالرقية بالقرآن الكريم أمر مشروع بشرط أن يتولى ذلك راق عالم بالرقية صحيح العقيدة سليم العقيدة فإذا وجد راق بهذه السلة عالم شؤون الرقية وهو سليم العقيدة فإنه يجوز أن يتعالج عنده بالرقية أما من لا يحسن القراءة أو هو غير سليم العقيدة إنه لا يجوز الذهاب الذي قشية أن يتعاطى شيئا من الشركيات والشعولات